وفد إسرائيلي وعلى رأسه وزير الخارجية إيلي كوهن يضع خلال زيارة خاطفة للخرطوم اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية سلام ستوقع بين البلدين في غضون أشهر بحسب كوهن انتفقنا على توقيع اتفاقية سلام بين سودان وإسرائيل فالسودان دولة عربية إسلامية وهذا أمر استراتيجي لدولة إسرائيل ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية هذا العام وستكون رابع معاهدة سلام لإسرائيل منذ توقيع معاهدتي السلام مع مصر والأردن التوقيع على معاهدة السلام مع السودان يخدم كل البلدين ويعزز الأمن القومي لإسرائيل والاستقرار الإقليمي ويساهم في تنمية الاقتصاد اتفاقية جديدة ستبرمها إسرائيل رسميا مع دولة عربية بعد أكثر من عامين من موافقة الخرطوم على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في خطوة توسطت فيها آنذاك إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طبعا اللقاءات مع الزعامة السودانية كانت مهمة جدا وتقدمنا خطوة إضافية إلى الأمام نحو إقامة علاقات سلمية بيننا وبين هذه الدولة العربية المهمة وبموازاة بحث ملف السلام مع السودان دشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو سفارة تشاد في تل أبيب إلى جانب الرئيس محمد ديبي بعد نحو أربع سنوات من استئناف العلاقات بين إسرائيل والدولة الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة هذا أسبوع تاريخي يزورنا رئيس تشاد الدولة المسلمة الأفريقية ونحن نجري زيارة للسودان الدولة المسلمة الأفريقية العربية إننا نرى تغييرا مهما جدا نحو تعزيز العلاقات مع إسرائيل وهذا بالنسبة لإسرائيل هام لأنه يفتح لنا آفاقا في القارة الأفريقية ويساهم في استقرار المنطقة الحكومة الإسرائيلية لطالما نظرت بأهمية واسعة إلى القارة الأفريقية من الناحيتين الاستراتيجية والأمنية فالمسؤولون الأمنيون في إسرائيل بحثوا من بين أمور كثيرة مع رئيس تشاد أهمية تقليص نفوذ إيران وحزب الله في منطقة الساحل في أفريقيا كمفتاح لضمان الاستقرار حكومة نتنياهو منذ تنصيبها تسعى لتوسيع اتفاقيات السلام مع دول عربية وإسلامية جديدة وهو ما أعلن عنه نتنياهو مرارا في الآونة الأخيرة رغم تصاعد التوتر مع الجانب الفلسطيني أمال إسرائيلية في بناء شراكات مع دول عربية وإقامة تحالفات أمنية إقليمية إلى جانب تعاون في مجالات أخرى كثيرة محمد السيد الحرة من مدينة القدس